بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائي طلاب الصف التاسع في دروس التلاوة التي نتلوها من سورة طاها وهذا الجزء هو الجزء الثاني في الباب الثاني وسنتلو الآيات إن شاء الله من آية الثالثة والستون وحتى الآية التاسعة والستون في هذا الدرس إن شاء الله سنتمكن مع بعضنا من تحقيق الأهداف التالية أولا أن يعرف الطالب المد اللازم ثانيا أن يتلو الآيات من الآية الثالثة والستون وحتى التاسعة والستون من سورة طاها تلاوة سليمة الهدف الثالث أن يبين الطالب معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات قبل بداية الدرس عزائي الطلاب دعونا مع بعضنا البعض نستذكر أحكام المد ذكرنا أن للمد أنواعاً هناك نوعين من أنواع المد المد الطبيعي والمد الفرعي المد الفرعي منهما يكون بسبب الهمز ومنهما يكون بسبب السكون في الباب الأول في الباب الأول درسنا أنواع المد الفرعي التي تكون بسبب الهمز وذكرنا أنه هناك المد الواجب والمد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل وفي هذا الباب في هذا الباب في هذا الباب في الدرس الماضي درسنا ما يكون بسبب السكون المد العارض للسكون وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتناول المد اللازم إذن هناك خمسة أنواع النوع الأول المد الأصلي الطبيعي المد الواجب المتصل والمنفصل والعارض للسكون والمد اللازم دعونا نتذاكر مع بعضنا ما هو المد العارض للسكون الذي درسناه في الدرس الماضي هو المد الذي يأتي هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن ولكن هذا السكون هو سكون عارض بسبب الوقف وليس سكونا أصليا ما هو مقدار المد في المد العارض للسكون ذكرنا أنه بالإمكان يمد حركتين أو أربع أو ست حركات ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم انظروا إلى حرف الياء حرف هو حرف المد حرف الياء جاء بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف المستقيم يعلمون القهار الهدف الأول بسم الله أن يعرف الطالب المد اللازم ما هو المد اللازم المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما أي أصليا في المد العارض للسكون ذكرنا أن السكون جاء بسبب الوقف أما في المد اللازم فإن السكون هو سكون لازم سواء مع الوقف أو مع الوصل مقدار المد في المد اللازم يجب مده ست حركات ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى طارب الطامة الكبرى الحق الصاخ الآن انظروا وتأملوا إلى حرف الألف ألف ساكنة وقبلها حرف مفتوح الحرف الذي بعد حرف المد حرف الميم ربما يتساءل بعض الطلاب أين الحرف الساكن بعد حرف الألف نتذكر أعزائي الطلاب أن الميم مشددة والميم المشددة هي عبارة عن حرفين فعندما نكتبها بهذا الشكل وكذلك الحاقة فالحرف المشدد هو بالأصل حرفين عندما يجاب مع بعضهما البعض الأول ساكن والثاني متحرك وقد يكون المد اللازم في كلمة ويسمى مد كلميا وقد يكون في حرف ويسمى مد حرفيا ومن أمثلة ذلك في المد اللازم الكلمي قول الله تعالى الضالين ومن أمثلة المد اللازم الحرفي مثل قوله تعالى قاف نون ألف لام ر في بدايات الصور في نهاية الهدف الأول أعزائي الطلاب دعونا نلخص أهم ما درسناه في الهدف الأول عن المد اللازم ما هو المد اللازم؟ هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن ولكن هذا السكون سكون لازم سكونا أصليا أنواع المد اللازم مد لازم كلمي أي أنه يأتي في كلمة ومد لازم حرفي لأنه يأتي في حرف الهدف الثاني تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة بين يدي الآيات الكريمة التي نتلوها نحن نتلو الآيات من سورة طاها وكما نعلم أنها سورة مكية وعدد آياتها مائة وخمسة وثلاثون تتناول الآيات قصة نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنده نبدأ بإذن الله بتلاوة الآيات أعزائي الطلاب افتحوا الكتاب صفحة خمسة وتسعون وتابعوا معي تلاوة الآيات الكريمة أثناء التلاوة ضع إصبعك على الكلمات التي أقرأها حتى تحاكيني في قراءتها وتستطيع أن تتلوها تلاوة سليمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إِمَّا إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قال بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَامُ صدق الله العظيم عزيز الطالب أوقف الفيديو وأعد التلاوة وأعد سماع الآيات مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تشعر أنك أتقنت التلاوة بشكل صحيح الهدف الثالث معاني المفردات والتراكيب التي جاءت معنا في الآيات الكريمة قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس أي فأحس موسى عليه السلام بشيء من الخوف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف تلقف ما صنعوا تلقف أي تبتلع تبتلع ما صنعوا من السحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى في نهاية الدرس أعزائي الطلاب هذه بعض تطبيقات أحكام التجويد التي درسناها فمن خلال الآيات التي قرأناها دعونا نبحث عن بعض أحكام المدود التي مرت معنا قول الله تعالى قال قال هذه الكلمة يوجد بها نوع من أنواع المد ما هو نوع المد في هذه الكلمة؟ أولا ابحث عن حرف المد حرف المد هو حرف الألف هل جاء بعده همز أو سكون؟ كلا لم يأتي بعده لا همز ولا سكون إذن سيكون نوع المد هنا مدا طبيعيا وهناك مثال آخر قول الله تعالى إما أن تلقي إما أن يوجد هنا نوع من أنواع المد تأمل في حرف المد أين حرف المد؟ إنه حرف الألف هل جاء بعد حرف الألف همز أو سكون؟ نعم لقد جاء الهمز بعد حرف المد اسأل نفسك سؤالا آخر هل الهمز في نفس الكلمة أم في كلمة أخرى؟ إنها في كلمة أخرى إذن نوع المد هنا مد جائز منفصل فتقرأ إما أن تلقي فتقرأ بهذا الشكل الآيات بها كثير من أنواع المدود فمثلا قول الله تعالى وإما أن نكون هنا يوجد أيضا نوع من أنواع المد وقول الله تعالى قالوا قالوا اسأل نفسك سؤال هل هنا في هذه الكلمة يوجد نوع من أنواع المد أم لا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وأيضا في قول الله تعالى إنما تلقف ما صنعوا إنما هنا هنا يوجد أيضا نوع من أنواع المد فأتمنى منكم أعزائي الطلاب أن تتفكروا في هذه الأمثلة وأن تحاولوا أن تعرفوا ما هي أنواع المد الموجودة في هذه الآيات أعزائي الطلاب بعد أن قررنا هذه الآيات الكريمة يتوجب عليك فعل التالي أولا أن تعيد سماع الآيات مرة أخرى حتى تتقن التلاوة الصحيحة ثم بعد ذلك استخرج من الآيات الكريمة مثالا للمد الطبيعي وآخر للمد العارض للسكون في الختام أشكركم أعزائي الطلاب على حسن استماعكم وأصغائكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر